السلام عليكم أخوتي أهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفات للا فاطي مالي وإن شاء الله في وصفة جديدة نحضر معكم إن شاء الله البصل لطريقة اللي مختلفة تماما على المعتاد وفي نفس اللحظة صارحة كي يجي رائع جدا كي يجي لديد بزاف مهين قبل ما بدأوا الفيديو كما العادة منسوش تدعموني والعايك دي لكم باش تجعوني باش جايما إن شاء الله نجيب لكم وصفات ليكونوا جداد وحصريا كذلك تقول مرة كتشوفوني فمنسوش تشاركوا في القناة فعلوا الزرس باش جايما توصلوا بجريد ديالي ومهين دابلا ما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقة التحضير بسم الله على بركة الله بالنسبة المكونات فغنحتاج هنا البصل عندي هنا كيلو ديال البصلة صراحة أنا هنا اختارت نستخدم البصلة اللي كسكون صغير وغرا كتجيزوينه في الماكلة وكتجيزوينه حتى في الخدمة مهم إلا بغيتوا تستعملوا البصلة اللي كسكون كبيرة غنوريكم إن شاء الله طريقة كيف اشتخدموها حتى هي يعني اللي كان عندكم يمكن لكم تستعملوا سواء البصلة اللي كسكون كبيرة أو اللي كسكون صغيرة أو اللي كسكون بيضاء أو للحمراء اللي توفر عندكم يمكن لكم تحضروا بهذا الوصفة هذي مهم نلاحظتوا معي فوضعت البصلة ديالي فحد اينا ومباشرة كنضيف للماغاليان طايب يعني المكيكون طالق سبولة تكون صخون كنضيفوا مباشرة على البصل ديالي هاد المهادة الدور ديالي كيخلي البصلة ديالنا كترطعب وكتولي ساهلة في التقشير وكذلك عنده دور حتى في 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 الطياب ديالها يعني كيخليها كيب حراء الله كيبخلها الطياب يعني بحلي سقولوا كي البصلة ديالنا غير كترطعب كتكون مازال مطعبة صغيرة كيبخل كيبحلي القوام ديالك يتغير وكتولي رطيتها هنا مباشرة غنضيف لها ملعقة كبيرة من الملح كيساعد البصلة ديالنا كتتنظف كتولي يعني منظفة وكتتخسر مزيان وما كتأكسج وما يم هنا يا بعد ما اضفت الملح كنحاول كينحرك البصلة ديالي في هاد لوقيتها هادين بعد ما حركتها مزيان فانخلي البصلة ديالي حتى كيبردوا الما دياله وكيوليوا باردين صراحة كيلي كيخليهم تلتيام يعني في هاد لوقيتها مني كيوضع المطايب كيخلي البصلة تلتيام عاد كيدوز يكمل الخدمة ديالها يعني كملا الخدمة لكن انا صراحة كنخلي للماء غير حتى كيبرد يعني بحال بحال ما كينشكياش يختلف يعني انا مباشرة غندوز نحضروا الخالطة ديالنا غنحتاج هنا يا خمسة ديال الكيسان ديال العنبة ديال الماء عادي مروا بيني المبارد كل كاس يوزن مية وخمسين ميل لتر يعني انا هنا يادرت خمسة ديال الكيسان مباشرة غنطف هنا يا ثلاث ملاعق كبار من الملح بالنسبة للملح اللي استعملت معاكم فهو ماشي ملح هادي هذا الملح هادي كيقول لها الملح بوسني للي كسكون خاصة بتخليل وكي اللي كيقول لها في بعض المناطق الملح الصخري مهم هذا ماشي ملح عادي فهو الملح ديال التخليل وكيخليها كيا الوصفة ديالنا ما كيخسروش يعني زوين صراحة بزاف الخدمة هادي هيحسن من الملح العادي مهم هنا كنحاولها كيا يحرك الخليط ديالي زيان حتى كيدوبنا شوية الملح وغنطف هنا يا نصف ملعقة كبيرة من السكر بالنسبة للسكر فهو الوصفة هادي فكيبقى ختياري وعلى حسب الرغبة ديالكم ايضا غنطف هنا يا واحد خمسة ديال الحبات حتى الستة ديال ورق الرامب انا عندي هنا الوريقات غير صغيرين ايضا غنطف هنا ثلاثة ديال الفصوص ديال التوم اللي عندي كبار مثل التومة يمكن لكم تزيدوا تديروا حتى الستة ديال الفصوص ماشي مشكيل على حسب الرغبة ديالكم هنا الخليط ديال يصبح جاهز فكن خليه جانبا اندوزوا البصلة ديالنا اللي حضرناها من قبل فالمدياله اللو باردين يعني وارطعبت وحتى بالنسبة للون ديالها فاتغير ودك للماء ولا اللون دياله حمر ومهيم في هاد لوقيتها هدي مباشرة ان شاء الله غنطوزوا نقشروا البصلة ديالنا فهي صراحة كتتقشر في هاد المرحلة هدي بكل سهولة لاحظوا معي هنا اياه صراحة ما سرعتش معكم اللقطة خليتها باش تشوفوا الطريقة اللي كان نقي بها البصلة البصلة كنحاولة كيان حييد لغير دك القشرة الفوقانية ومني كان نقشرها الراس دياله ما كان قطعوش كامل كان خليها كاية ذاك الرويس كان قطع منه غير شي شوية باش هكاية البصلة ديالنا ما كتفكش حيث الا قطعتولها كمية كتيرة من راس دياله فالبصلة ديالكم كتفك هنا يشوفوا معي كيفش كتجي يجيبها تشكل هدايا المهم اغانستمر بنفس الطريقة حتى نكمل كمية ديال البصل اللي عندي كاملة فيما قلت لكم في الاول فانا هنا يدرس كيلو ديال البصلة بالنسبة الكمية كدبقى على حسب الرغبة ديالكم يبقى لكم تكتروا او لا تقلوا لكن صراح هاد وصفة هذي فكان نصحكم تديروها لحقاش فعلا كتستحق الجريبة عندها الزاف ديال الفوائد كتقوي المناعة وكذلك مهم غير بحتو عليها وبالنسبة الوصفة ديال اليوم كان نظن بانكم عرفتون اشنو غنحضر اليوم فغنحضر البصل المخلل وبالنسبة المخللات كاملين فهما غني عن تعريف كلهم كما كان نعدي لهم فهما فيهم بزاة ديال فوائد صحية للجسم انا لاحطوا معي بعد ما قشرت البصلة ديالي فكان حاول هكيا ننظفها مزيان بالمحسة كتقول لي نضيفه ومخصوله مزيان يعني هي اصلا ميدرنا لذك المطايب فهي تنظف وتطحمل ذك الشريالة كامل ولا تمعقم بالملح كنعودوا هكيا نخصلوها مزيان مهم فذوقيتها هذي غندوزو ان شاء الله باش نوريكم الى كان عندكم هكيا البصلة كبيرة كيفاش تقطعوها مهم صراحة انا هنه غير بغيت نوريكم كيفاش تديرو لها ما درت لا لا مطايب لا والو هنا غير بغيت نوريكم كيفاش تديرو سقطعوها كنحاولو واكيا نقشروها ومبعد كنديرو لها مهم المطايب وكل شي بحل خطوة اللولة غير هي في قطع دياله كنحاولو نقطعوها بهاتشكل هادا يرويص دياله كنخليو وهباين بشكايا حتى هي مني كنخلعوها ما كتبرتش وكتحنا يعني دراجة دراجة كتبقا كي مجموعة حتى مني كم غيروا نتناولوها كنخرجوها بصاينة وكنتناولوها مهم فذوقيتها هذي فغا نحتاج هنا يا القراعي بالنسبة لها القراعي هادو فعندي معقمين ومنطفين مزيان قدرت لهم هكيا يغلو في المطايب وخليتهم احتقترهم جيان ومسحتهم ومباشرة كنوضع فيهم هاد كيا البصل ديالي بالنسبة لهذا الوصفة هادي فما تديروش فيها الخل الخل كيخلي هكيا البصلة ديالنا مني كتتخلل كتخسر كتولي هكيا راشية ما كتبقاش هكيا في هذيك القرمشة ديالها لذا ما تضيفوش الخل بساتا كتافيو فقط من مكونات اللي اذكرت معاكم بسم الله على بركة الله هنا كنحاول هكيا انا وضع هاد الخاليط هادا اللي حضرت معاكم كنحاول كينا عمار بها القراعي ديالي وبالنسبة لفصوص ديال التوم كل قرعة كندير فيها فص واحد من التوم يعني انا هنا يدر ثلاثة ديال الفصوص ديال التوم في كيلو ديال غصلا وكيما قدت لكم في الاول بالنسبة لتوم يمكن لكم تكتروها ماشي مشكل وبالنسبة لهذا المخلل هادا ديال الباصال يمكن لكم اضيفو فيه كذلك الحار دير وكيا الحار قابس دير وكيا كل قرعة فيها فلفلة حارة انا لاحطوا معايا فكل قرعة ضفت لجوز ينا ملاعق كبار من زيت الزيتون فهو كيحافظ النار على هاد المخللات ديالنا ما كيخليوه مشك يكون واحد طبقة هنا كنحاول كيانقلبهم على الوجه ديالهم بشك يتأكد بانهم مغلوقين مزيان وما كيسيلوش كنخليوهما كي تقريبا واحد نصف ساعة كنخليوهم عشريا من بعد كيكونوا واجدين انكم تناولوا منهم وكيلا بغيسوا وكيا تحتفظوا بهم فكيبقاوا اكتر من سانة ما كيوقع لهم والو غير هو القرعائي اللي حليسوها حاولوا كي يديروها فتلاجة وعدك ساعة تناولوا منها كنس منها ان شاء الله جربوا الوصفة ديالي ومتنا الاعجاب ديالكم وانا اكيد ان شاء الله لازربسوها فقط سجبكم بزاف لحقاش فعلا كاستحق الجريبة